اليوم بدأنا مرحلة جديدة مثل ما وعدنا بموضوع المنافذ اللي هو تحول مع الأسف الشديد إلى وكر ومعبر وموضع قدم الفاسدين من أمام منفذ مندلي الحدودي مع إيران قالها قبل أكثر من أربعة أشهر ليجدده الآن مرة أخرى متوعدا بالقضاء على الفساد في المنافذ الحدودية في محاولة دعائية جديدة رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي أو رجل الاستعراضات الإعلامية كما يصفه الكثيرون لا يزال يراهن على تصريحاته وعوده الرنانة رغم فشله التام بتحقيق أي منها منذ تبوئه منصبه بعد نصف عام حيث أعلن الكاظمي مجددا توجيهه قوات الجيش بإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية وإيقاف عمليات التهريب فيها على خلفية تنافس الميليشيات على إرادات ذات المنفذ الحدودي مع إيران الذي كان شاهدا على وعوده الوهمية وعود قابلتها من الجهة الأخرى من داخل الأروقة السياسية التي انبثق منها الكاظمي تشكيكات بقدرة الرجل العاجز عن تسجيل أي إنجاز منذ تبوئه منصبه حيث وصف تحالف سائرون على لسان النائب برهان المعموري التغييرات التي جرت في المنافذ الحدودية منذ زيارة رئيس الوزراء لها بأنها مجرد قشور مضيفا أن معظم المنافذ لا تزال خارجة عن سيطرة الدولة رغم علم الحكومة بأنها تكفي لتغطية العجز المالي الحاصل في خزينة الدولة وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن قيمة واردات المنافذ تبلغ نحو عشرة مليارات دولار وتذهب إلى جيوب الميليشيات المسيطرة على الأرض في الضفة المقابلة لأهم المنافذ الحدودية توجد إيران الراعي الأول للميليشيات أو بيادقها العسكرية حيث تدخل تلك الميليشيات أموالا طائلة للخزينة الإيرانية رغم العقوبات المفروضة على طهران بحسب موقع ميدل إست آيل بريطاني الذي أكد أن الميليشيات تهرب البضائع الإيرانية إلى الداخل العراقي من أجل غزو الأسواق المحلية وهو ما يظهر جليا بإعلان القنصل الإيراني في السليمانية عزم بلاده على رفع التبادل التجاري مع العراق إلى عشرين مليار دولار سنويا معطيات تشي جميعها بأن ملف المنافذ لن يكون سوى مجرد ملف عراقي آخر تطبق إيران عليه بقبضتها عبر وكلائها ملف آخر يجسد الفساد الحكومي بأحلك صوره ولن ينال من الكاظم سوى وعود وهمية جديدة لن تختلف عن سابقاتها